ربما للمرة الأولى يتوافق الأمريكيون والروس على موقف موحد تجاه ما يحدث في سوريا في مؤشر على قرب الوصول إلى حل سياسي لن يعجب الأسد على حد تعبير بوتين الذي لم يفصح عنه إلى الآن ودع الأسد للقبول به في حال إقراره الهيئة العليا للمفاوضات والتي تتخذ من الرياض مقرا لها اختارت رياض حجاب كمنسق عام لها تمهيدا لانطلاق المفاوضات مع النظام ومن المتوقع انطلاقها الشهر المقبل وقد تزامن ذلك مع اجتماع لوزراء خارجية كل من تركيا والسعودية وقطر لم تعرف نتائجه حتى الآن رياض حجاب أعلن في مؤتمر صحفي اليوم في الرياض أن المعارضة تريد مرحلة انتقالية سياسية دون بشار الأسد مؤكدا استعداد الهيئة للنظر في تطبيق إجراءات بناء الثقة إضافة إلى تشكيل مجلس حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة ومن المقرر أن يصدر قرار عن مجلس الأمن الدولي لدراسة برنامج زمني بشأن وقف إطلاق النار استثني منه تنظيم الدولة والقاعدة ليتم بعدها العمل على انطلاق المفاوضات السياسية يبقى السؤال ملحا عن ما هي الخطة الأمريكية التي وافق عليها الروس وهل ستكون في صالح الثورة والشعب السوري وهل سيلتزم النظام وحلفاؤه بهذه الخطة أم سيلجأون كعادتهم إلى إغراق المفاوضين بالتفاصيل التي لا تؤدي إلى أي نتيجة سياسية ترجمة نانسي قنقر